بالدموع امي سمير غانم بتنشر فيديو من امام الكعبة وبتعلن تصريح مسير جدا جدا وكمان بتوجه رسالة لوالدها ووالدتها وهي تبكي كمان معينا خبر تاني النهاردة اشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي وهو اعتزال ادهم انا بلسي للفن والغناء تماما وفي نفس الوقت يا جماعة وفي نفس اليوم ايضا امي سمير غانم بتعلن خبر هيفرح الجميع يلا كلنا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونبدأ على طول يهدي من يشاء الفنانة الجميلة امي سمير غانم ما زالت بتعيش في مرحلة من الحزن على فقدان والدها ووالدتها يمكن شوية دنيا سمير غانم بدأت تتماسل يعني هي مش هتنساهم ولا حاجة بس بدأت تخرج شوية بدأت ترجع لشغلها ظهرت مع زوجها كذا مرة لكن امي سمير غانم طبعا بقالها فترة بتعمل عمرة وكمان قالت ان دا كان حلمها من بعد وفاة والدها ووالدتها والحمد لله الفرصة جات وهي دلوقتي ما زالت يا جماعة بتعمل العمرة لكن النهاردة نزلت فيديو كمان وهي امام الكعبة وعمالة تبكي واعلنت على صفحتها الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات قررت اتحجب ادعولي بالثبات بالفعل يا جماعة الخبر دا اكيد المرة دي امي سمير غانم بتعلن اعتزالها تماما تماما لكن هي ممكن تمثل لو هيوفقه تمثل بالحجاب لكن هي خلاص اتحجبت وبتطلب من كل الجمهور ان يدعلها ان ربنا يسبتها على القرار دا وما ترجعش فيه ابدا مرة تانية كمان وجهت رسالة لوالدها ووالدتها وقالت ليهم وحشتوني جدا جدا مفتقداكم ومفتقدة اكون في وسطكم انا بعمل العمرة ومرة لبابا ومرة لمهما عاد زاكو كلكو تدعولهم كتير قوي قوي بصراحة كانت بتبكي وعيونها كانت مليانة بالدموع البنت دي بصراحة مش قادرة تخرج من الحزن بتاعها مش عارفة يعني ربنا يصبرها بس بجد بجد امي وضعها مختلف تماما تماما عن دنيا لانها كانت متعلقة بهم اكتر بكتير مش هنقول دنيا خلاص لكن هي حزينة وكل حاجة بس قدرت تخرج رحت عملت رحلة سفاري غنت امام الرئيس السيسي رجعت تاني بتمثل دلوقتي في المسلسل بتاعها زوجها كمان بساعدها جدا وبيدعمها انها لازم ترجع تمثل مرة تانية بالمناسبة امي بتعمل العمرة لوحدها مش موجود معاها حسن رداد ولا اختها دنيا ندعي لها جماعة باستبات وان ربنا يصبرها طبعا هو ده السور بتاعت النهاردة وهي بتدعي لولدها وولدتها وبتأكد على الجميع خبر اعتزالها بصراحة سبحان الله يوم جميل النهاردة امي تعتزل الفن تماما الا لو بالحجاب وكمان بتتجه للحجاب وبتعلن انها خلاص هتتحجب وفي نفس اليوم ادهم ان بولسي بيطلع على صفحته الرسمية على فيسبوك وبيعلن امام الجميع ان كل اللي كان فيه قبل كده كان بيغضب ربنا وانه هو ندمان على اللي فات وانه هو هيكون متواجد كتير جدا الفترة اللي جاية ولكن فيه الادعية والتواشيح وكراءة القرآن وبيطلب من الجميع المسندة بعد هجوم ويدياب وبعض الفنانات عليه ان هو وجوده هار على الفن وان الفن مش حرام لكن هو وجوده في الفن هو اللي حرام طبعا ربنا يا دي ويبارك فيه طبعا كلنا فرحانين بالاخبار دي ربنا يجعلها كده فتحة خير على ناس كتيرة جدا جدا طبعا ادعو لهم يا جماعة لو سمحتم بسعاد بالثبات بعد زر وكمان ادعمونا بلايك الفيديو يوصل اكتر فالناس كتير هتدعي لهم سلام عليكم